السلام عليكم موزيعات وموزيعي الاندو كوسميتيك كديرين لبس عليكم معكم مالكة جمال ان شاء الله تكونوا في الاحسن الاحوال بسم الله ما شاء الله الجلسة ديال 11-5 اللي كانت بالامس كانت اكتر من رائعة ما غديش ننضيف اكتر من ما قالوا الاخوان جنود الخفاء اللي بانوا البارح ما غديش نقول كتر منهم لانا فعلا فعلا نقلوا الاحداث بكل مصداقية والكل لاحد شجاعة وصمود زكريا فتحاني وهد شي احنا كنا واتقين فيهم زيان وكنا عارفينه ومآمنين به وهد شي لاش بقينا صاندين في جنبه والحمد لله اننا ما زغناش على الطريق وبقينا متمسكين بمبادئنا لاننا لمسنا الصدق فهذاك الشاب هذاك لمسنا فيه الصدق ولمسنا فيه الوفاء وعرفناها ما غديش يخذ الريزو وعرفنا رقادته نابعة من قلبه ومن عقله كيف ما جاوب السيد الرئيس وقال لي هاد الشي من راسي يعني واحد الانسان اللي واحد الحاجة بتكرها فمن طبيعة الحال غدي يبدع فيها وغدي يكون فنان كذلك في الإبداع وغدي يكون مقاتل في الدفاع عن قضية دياله لانه آمن بيها وما غديش يستسلم كيف ما قال هو وخي يموت في سبيلها دونك هاد الشي اللي مخلين احنا نبقاو سامضين في جنبه حتى ياخد كل دي حقين حقه وهاد الشي اللي كيف قلت نعود نكرارها الحمد لله أننا بقينا متمسكين بمبادئنا وبقينا متمسكين بإيماننا وثيقة نفسي دربي وفي الشركة وفي زكريا فتحاني وفي شخص دونك يا أخوتي أنا حاولت ندير هاد الأوديو باش نشير الواحد النقطة نوضحها مزيان لشي شوية الإخوان ما دي طيوهاش مزيان بالنسبة للجلسة الماجية والشهود اللي غدي نمشي ولو من استدعاءات فغدي نقول شكون هما وعلاش دكو باش نوضحه بعض الأمور لأن دائما إخواننا أعداء النجاح هادوك الناس كيشيخش لا بتتبات لدائما منو رأي حدث كيخصوم يقلبوا على شي حاجة باش بهذا المفعوم غادي نقولها باش يبقوا يقرقبون في الناب ويبقوا يأكلوا في اللحم الآخري دونك أول شاهد غدي تكون هي الإطار القانوني اللي غدي نوب على مؤسسة بنك المغرب اللي شوية الناس استغلوا هاد الشاهد باش يبدو يخلعوا في في الرزوع أو تاني غادي ت أستاذة غادي تجي وغادي تجوب على أسئلة غادي تطرحوها على الهيئة دي المحكامة وغادي نطرحو على أحتل أساسي دي المحامون وأول سؤال كيف معرفنا به السيد الرئيس الجلسة هو غادي تطلب مننا تعطي الفرق ما بين تسويق الشبكة وتسويق الهرام وتخيلوا كيفاش غادي يكون جاوب احنا عادرين هاد الناس احنا عادرينهم لأنه قطاع جديد واتواحد منهم ملم به حق إلمامه لأنه مكينش قانون كيف قال أحتل زكريا فتحاني هاد الناس اللي يكون فعونهم مدخلوا معنا الوحد دوامة ديال هاد القيطاع الجديد هادا وللأسف مكينش وحد القانون اللي غايل جؤوا له باش يعرفوا يحلوا معنا به المشكيل ديالنا دونك الله يكون فعوانها غادي تجي تحضر وغادي تجيو بموضوعية كيف ما دوات في برنامج ديال المحقيقون وفاجآت الأعداء أو تاني اللي كانوا كيتوقعوا معتشنو غادي وقع في هاداك البرنامج ما للأسف ما الله ما عطاهم شدك شي اللي باغين يعني دايما نصدومين وما كيحشموش الأخ هذا من جهة من جهة تانية غادي تحضر الأخت جاميلة بالبالي لورنية حرة احنا عارفينها ولي فعلا كتدافع على لكوتي ديال لورن لأنها موزعة ولأنها مسويقة شبكية معروفة ولأنها عندها ريزو ووقفة على قبل الريزو ديالها جاميلة بالبالي احنا تحضرات في استجواب مع الشرطة القدائية لبين بي جي وحضرات حتى معاقها ديالتحقيق لك سي نورمال لهي المقاراة غادي تطلب منها باش شهية تحضر معاها وتصنط عليها تهي الأقوال ديالها دكو كين واحد الشخص آخر حتى هو رجل حتى هو غاديكون شاهد بحال وحال جاميلة بالبالي وكين خلود المضافة اللي كانت هي الشف خلود ما غادينش يسولوها على قبل هداك الأوديو كيف ما ادعو الإخوان الله يجازيهم باخير لخدامنا كيخرب كل ناس وعقولهم وما صورتها شي حاجة عو تاني نعود نكررها خلود هي اللي كانت في الواجهة يعني في استقبال شكاوي ديال الموزعين سؤال اللي غادي سيطرح عليه وغادي نكونوا حاضرين احنا يا كامني هو ما هو نوع الشيكايات اللي كانوا ما قبل الحجز وما هو نوع الشيكايات اللي ولوا ما بعد الحجز صافي الأوديو ما عنده تشي دخل بهذا يعني لدى هي أننا نديو دنوب ديال الناس وقون خير بقول لهم فريوصن وهذا السؤال راتطرح فيعلان على زكريا فتحاني البارح في الجلسة سولوني نصر أستاذ الرئيس على خلود واشنو الدور ديالها في الشركة واشنو كيفاش كتتتعامل مع الناس وعطاه هاد الجواب الجواب اللي كان ديال زكريا بتحاني علاق بالخلود هو أن فعلا ما قبل الحجز كانوا الناس كيجيو كيتواصلوا معها يعني أخطاء تقنية ونفو بيرو بيرتويل ولا مثلا شي خطأ فلادغيس ولا مبلوكي ليه لوجين دياله ولا شي حاجة بحلقة مأبخي الجميد ديال الحساب ولا وشي كيت من نوع آخر تيجيو تيجلس وتما تيقول لا أعطينا فلوس لولا قدروا نريب وحنا يقع على الشرك قال عزكريا دونك قال ليه منور الحجز ولا الناس يجيو مفاعلين ومن حقهم لأن فلوس هم حبوس هذي هي لوجيك إخواني وقيل طولت شكورين فهما رأى وصلوا الصورة لحبابنا اللي فعلا ما كانوا حاضرين لأن تعذر عليهم الحضور ولكن قلوبهم كانت معنا وإن شاء الله منتصرين وإن شاء الله منتصرين وإن شاء الله منتصرين وماذا عحق وراءه طالب ملك جمل